عودة لكم مشاهدين أو لمتابعة برنامج الحدث واضيفي في هذا القسم من الحلقة رئيس رابطة أساتذة التعليم السنة وإستيس حنة غريب إستيس حنة برحب فيك في هذا القسم من الحلقة حضرتك كنت باعتصام منذ قليل من ضمن الاعتصامات التي نفذتها القطاعات العامة اليوم وظفوا القطاع العام نفذوا اعتصاما من العاشرة حتى الحديث عشرة صباحا استنكارا لعدم إقرار ستلة رتب ورواتب المعلومات متضاربة من جلسة مجلس الوزراء عليك والحال سنعود بعد قليل إلى كريستين حبيب لرصد الأجواء قبل دخول الوزراء ولكن بعض الأجواء توحي بأن سلسلة ستقر اليوم البعض الآخر يستبعد هذا الموضوع بدي منك الاحتمالين في حال أقرت وفي حال لا أول شي بك تسمح لي نوجه تحية للموظفين والأسيدي والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين اللي لبوا تعود التنسيق النقابيه ونفزوا الأضراب والأعتصام بسرعة وشاركوا بكسافة وهذه شغلة نجح هذا الأضراب كان الأضراب أدى الرسالة المطلوبة وبنفس الوقت أعلن عن استعداد استعداد عن طاقات كثير مهمة عند موظفي الدولة لا الزهاب في هذه القضية حتى النهاية يعني الاختبار اللي نعمل اليوم هو اختبار تحذيري كنا بالسابع نقول ولا الموظف الإداري ما بقدري لا موظف الإداري أثبت أنه هو نقابي صلب بيدافع بيعتصم بيتظاهر وبيوقف يدافع عن حقه هذه واحدة اثنان عبينحط لموظف الدولة أمام تحدي إقرار وعدم إقرار رهي السلسلة هذا الموضوع تجاوزناه بالقطاع العام نحنا ما بخفي لك سر وين سرنا نحنا ما بخفي لك سر إذا ما أقروا السلسلة بالقطاع العام هيئة تنسيق النقابية أمام امتحان هي كمان مش بس امتحان للحكومة عن فقدان مصدائيتها كمان هيئة تنسيق النقابية أمام امتحان آخر أن ترد على هالتحدي هذا من قبل الحكومة بموقف يستنهد كرامة الموظفين شو رح تعمل شل القطاع العام أضراب شامل شل القطاع العام مع أضرابات وأعتصامات وتظاهرات للأصوات الموجودة بالحكومة اللي عم بتقول وتحاول تراهين تعملناه من انقلاب على الاتفاق هنا عم بيقولوا ما في إمكانية لتأمين المال نحن هذا صار ورانا نحن عملنا اتفاق مع رئيس الحكومة شخصية مع رئيس الحكومة شخصية على كل حال تقول معلومات أنه رئيس الحكومة مصرح على إقرار هذه السلسلة اليوم مع رئيس الحكومة شخصيا ومع الوزراء الموجودين وزراء حركة أمان حزب الله الحزب التقدم الاشتراكي والتيار الوطني الحار نعم وبعضهم قال هذه مكونات الحكومة وكلها موافقة وكلها كانت موافقة مش بس هات ضربوا إيدهم على التاولة وكانوا يكسروا التاولة مين؟ مين؟ أحدهم مين؟ أحدهم أحدهم أي وزير الكائب بدنا منه مش يكسرها غير رأيه هلا غير رأيه هلا ما يغير رأيه آه غير رأيه من الناس اللي غيروا رأيه مش لازم مش لازم مش لازم مش لازم عم نحكي مع كتل وقوى سياسية نحنا نعم ما ينقلبه ما ينقلبه لأنه مبطلت المسألة مسألة سلسلة ترتفروا بدك تسمح ليبدو أنه في جو جديد ببعبدة حول هذا الموضوع وتحديدا موضوع سلسلة الروتب والرواتب اللي اليوم يطبخ على نار حامية على طاولة مجلس الوزراء إلى كريستين حبيب مجددا كريستين يبدو أعطى الاتصال بكريستين بليز عودونا الاتصال بكريستين حبيب لأنه على ما يبدو في جو جديد ببعبدة ما بعرف إن شاء الله خير هذا في حال لم تقر هذه السلسلة شل القطاع العام طبعا مع أضربات وأتصامات وتظاهرات في حال أقرت هذه السلسلة اليوم في حال أقرت هذه السلسلة في عنا احتمالين نعم مع الاتفاق يعني إقرار حسب الاتفاق أم إقرار خارج الاتفاق وفي إنقضاض على حقوق مكتسبة في حال جرى إقرار السلسلة حسب الاتفاق نحن سنكون لهم من الشاكرين والاتفاق بيقول أنتو قرر السلسلة اعتبارا من واحد سبعة دفعة واحدة 2012 بدون أي تجزئة مش متل ما عامل الوزير الصفاضي الوزير الصفاضي بيقول ما في أموال ومجزقة للألفين واربطا هو عضو باللجل الوزارية الوزير الصفاضي أتبس بس بس ما قادرة الدولة تتفع أبل الألفين واربطا وممثلين وزارة الملكة وموجودين باللجل الوزاريين ما في حدا يرجع يطلع وينزل بعدين ويعمل حساب منعرفهم واحد واحد هذا كلام مأخر بعيد انتهينا منه هو كان لازم يقولون قبل هو كان لازم يقولون قبل الوقت لأعطوا للقضاء مش أنا اللي أعطيت للقضاء أعطوا للقضاء ثم أعطوا لأساد الجامعة وصحتين بس اليوم مبلغ منه هين اللي بدو يتوزع على هذه عملية بتعرف شو عملية تهويل عن رأي العام تهويل تسدقون عملية تهويل لا أكثر ولا أقل وتقليب الرأي العام على الأسادزي والموظفي الدولة حدا من الناس يعرف انه هلأ مثلا فتحت المداري لحد الأدنى ليراتب المعلم أقلم لحد الأدنى للأجور 675 ألف لحد الأدنى للأجور لحد الأدنى ليراتب المعلم 640 ألف عم بيهولوا عشت مئة واربين ألف لا بيهولوا عشت مئة واربين ألف عطون غلما عطون غلما عطون غلما عيشي أنا سأقل لك شو عطينوا هين اللي عم بيهولوا لا يعيب الشيون بس عطينوا غلما عيشي دفعوا لكون يهولوا بعد بس ما دفعوهم من سنة دفعنا بدك تسمح لي إلا بعبدا مجددا سنكمل هذا الحوار تحديدا بنقطة إنه إذا خالفوا الاتفاق أقروا السلسلة ولكن بشكل مخالف للاتفاق شو رح تعمله كريستين تفضلي نعم مالك الجميع مصر على موقفه التأمت جلسة مجلس الوزراء منذ حوالي الثلاث دقائق الجميع دخل مصرا على موقفه وزراء حزب الله وحركة أمل ويما زالوا مصرين على الصيغة التي توصلت إليها اللجنة الوزرية وذلك بالتوافق مع الهيئات النقابية أما الوزراء الآخرون فتحدثوا عن صياغ إضافية وطروحات فجاء على لسان وزير المال محمد الصفدي الذي قال عنه الوزير وائل أبو فعور ممازحا أنه يحمل الزر النووي اليوم الوزير محمد الصفدي قال أننا سننتهي اليوم من موضوع سلسلة الرتب والرواتب وستقر السلسلة لكن هذا لا يعني أن الجميع سيكون موافقا عليها ما يوحي بأننا سوف نذهب ربما نذهب اليوم أو يذهب مجلس الوزراء إلى إمكانية التصويت على هذه السلسلة الوزير الصفدي قال أن اقتراحات التمويل ستكون اقتراحات التمويل متعددة منها ضرائب عقارية زيادة الضريبة على القيمة المضافة وأيضا الزيادة على الفوائد المصرفية كل هذا تبقى في سياق التروحات ولكن لا شيء مؤكد فيما يتعلق بها الوزير الصفدي أيضا قال أن السلسلة ستقسم على ثلاث سنوات 2012 2013 و14 ولكل سنة سلسلتها وسيجري تقصيد دفع السلسلة وليس تجزئة الفروقات هذا الطرح الذي يختلف معه فيه الوزير علي قانسو الذي قال قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء مع أنه أكد أو أوحى بأن السلسلة سوف تقر اليوم على خلفية الاتصالات التي حصلت طيلة ليل أمس وصباح اليوم قال الوزير قانسو أنه مع تقصيد الفروقات وليس تجزئة السلسلة وعلى أن يبدأ السريان بهذا الموضوع من أول تموز 2012 على أن تكون مصادر التمويل لا ترهق كاهل ذوي الدخل المحدود أما الوزير مروان شربيل فكان معترضا بعض الشيء وبطريقة مبطنة على الاقتراح كما أتى من اللجنة الوزرية فهو قال أن اليوم الجميع أمام مسؤولية كبيرة وهي عدم إضافة أي أعباء إضافية على خزينة الدولة المرهقة أصلا وإذا لم تكن الدراسات الآتية من اللجنة مدروسة وجيدة فحري بنا لا نعتمدها وهي سوف تؤدي إلى أضعاف الاقتصاد الوطني وقال أنه ضد هذه الدراسات غير الجيدة أو المؤاتية لهذا الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد الاقتصاد الوطني لا يستطيع التحمل هذا ما قاله شربل الوزير والأبو فعور الذي نفى أن يكون وزراء الحزب الاشتراكي غير واقفين إلى جانب الهيئات العمالية والنقابية قال أن هناك ثلاثة اقتراحات الاقتراح الأول هو أن تكون السلسلة كاملة مع التقصيد الاقتراح الثاني هو التجزئ على ثلاثة مراحل وهو ما اقتراحه الوزير محمد الصفدي وأيضا اقتراح الرئيس ميشيل سليمان وهو تخفيد نسبة 15% على الكلفة هذا هو الاقتراح الذي اقتراحه الرئيس ميشيل سليمان في جلسة الأمس ويبدو أن وزراء الاشتراكي هم إلى جانب تخفيد بنسبة 15% وقال الوزير والأبو فعور أنه يجب التريس والنقاش اليوم سيدور تحديدا حول مصادر التمويل وزير حزب الله حسين الحش حسن قال أنه إلى جانب الصيغة التي أتت بها اللجنة الوزرية فمن غير المنطقي أن تنسف كل مساعي هذه اللجنة الوزرية التي اجتمعت على مدى أسابيع وبالتوافق مع الهيئات العمالية وأتت بهذه الصيغة من غير المنطقي أن تنسف هذه الصيغة على طاولة مجلس الوزراء وقال أيضا حسين الحش حسن أنهم كوزراء حزب الله غير موافقين على تخفيض نسبة التمويل الوزير علي حسن خليل فضل الصمت ولكن طبعا من المعلوم أن وزراء حركة أمل يقفون إلى جانب وزراء حزب الله في رفض خفض التمويل والإصرار على الصيغة التي تأتي بها اللجنة الوزرية ستكون هناك طروحات عدة لسية مطروحات وزير المال محمد الصفدي للخروج بصيغة معينة ولكن يبقى احتمال التصويت واردا جدا اليوم مالك كريستين في حال التصويت هل من ميزان قوى بين الوزراء رصد حتى الساعة من الموضوع رهن بداخل الجلسة والمناقشات اليوم الأمر رهن بوزراء تكتل التغيير والإصلاح إذا يمكن الاستنتاج مالك من الواضح أن وزراء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى جانبهم وزراء الاشتراكي طبعا هم في جانب في جهة واحدة أما الجهة الثانية فهي وزراء حركة أمل ووزراء حزب الله يبقى وزراء تكتل التغيير والإصلاح الذين وبحسب الوزير وائل أبو فعور وفي دردشة معنا قبيل دخوله أشار أوحى بأنهم كانوا لم يعترضوا ووزراء الاشتراكي إذن الصوت المرجح سوف يكون لوزراء تكتل التغيير والإصلاح الذين تحدث منهم الوزير الأولى سحناوي منذ بعض الوقت وقال أنهم إلى جانب مطالب الناس أولويتهم هي لمطالب الطبق الوسطى والعمال في لبنان كريستين حبيب مباشرة من قصر بعدها شكرا جزيلا لك حتى الساعة لسي سحنا في ثلاث مقاط هون أثيروا في منب عبدة لابد من التوقف عندهم لهن طرح رئيس الجمهورية تخفيض 15% من النسبة تقصيد الأموال ومصادر التمويل بس قبل ما فوت فيهم اليوم كنا عنهم التجزئة التجزئة يعني تقصيد بدل تجزئة أو تجزئة هون أني اتنانهم كل واحد يشكل عن تاني كل واحد يشكل رح أسأل عنهم شوية بخبرتي المالية والاقتصادية بالأرقام شوية خبرتي ضعيفة بدنا نستفيد من حضرتك الملف نتابعه من أول لحظة بهذا الملف قبل بس ما فوت بهذا التفصيل كنا عم نحكي قبل ما ننتقل إلى بعبدة بأنه إذا أقرت السلسلة مثل الاتفاق بيكونوا مشكورين الحكومة إذا أقرت بغير الاتفاق طبعا إذا أقرت بغير الاتفاق وين الخروقات اللي حصلت بالاتفاق وين التراجعات يعني على الأقل إذا خفضت 15% عقدة مرفوضة بتاتة تعمل حال انتفاضة كبيرة كأنها لا تقرر طبعا لأنه أول شيء لا التجزئة ولا التقسيد ولا موضوع التخفيض نحنا موافقين عليهم لسبب بسيط أنهم مش هولي اللي انتفاقنا عليهم نحنا ما بقى بالنسبة لأننا موضوع سلسلة ترتاب ورويتي في حكومة يا عمي وفي رئيس حكومة واللجنة الوزارية مكلفة من قبل الحكومة واللجنة الوزارية 11 وزير وفيها كل الكتل فيها كل الكتل طي سحبوا البساط منه وعملوا انقلاب وبهالشكل يعني طيب وقت اللي بيكون رئيس الحكومة من الأصر من الأصر الحكومة نزيع الاتفاق طلع زيعوا وزير التربية من نيابي عنه عن اللجنة الوزارية وهي على الهواء فيكن تحطوله نيابيهم موجود طهي لما كنتم اجتمعين معه ما هي من واحد سابعة فلذلك نحنا اللي عم نقوله التزموا بتنفيذ الاتفاق من واحد سابعة بدون تجزئة وبدون تقصيد وبدون تخفيد تخفيد أو تجزئة أو تقصيد هولي مرفضين هولي مرفضين كأن الاتفاق لم يكن لا نحنا بالآخر بنامت مسكين بتنفيذ الاتفاق ومت مسكين كمان بالتعهدات في حال أقرة اليوم سلسلة بالحكومة أقرة سلسلة الرتبر وقتب فيها إما تخفيد أو تقصيد أو تجزئة شو تعملوا نحنا حنكفي المعركة كأنها لم تكن لا لا حنتابع المعركة بالقضايا اللي سمت تراجع فيها عن الاتفاق في عنا محطة بمجلس النواب وهذه معركة مفتوحة ما تسكر الملف كل الأحوال حتى لو قررت مع الاتفاق الملف حيظلوا مفتوح مفتوح على أساس إقرار وفق الاتفاق بدنا نقول لهم تابعوها وطلعوها بمجلس النواب وبتشرين وبأسرع وقت ممكن أو أقروها يا مجلس النواب يا نواب وقررواها بأسرع وقت ممكن يعني هذا الملف حيظلوا مفتوحة بالضبط فيه احتمالين فيه شغل تاني خلينا نقول هنه هلا نحنا اللي بدنا بالعام إذا كانوا مختلفين ما يدفعوا نتيجة خلفاتهم السياسية لموظفي الدولة نعم وما يدفعوا نفسهم كمان مصدائية بهايبتهم تجاه الناس لأنه هذا اللي بنزل قيمة المسؤولين تجاه الناس وإذا دوروا الزوايا بين بعضهم وشاطرين هنه فيها يعني وعملوا اتفاقات تطلع هذه الاتفاقات على حساب مين على حساب الموظفين وعلى حساب الاتفاقات وبيكونوا بالحال تاني كمان إن اتفقوا دفعنا التمى وأن اختلفوا دفعونا التمى هاولي نحنا ما حدا بياخد بإيدك إلا قوتك وقدرتك أنت على الضغط كهيئة نائبية القطاع العام موحدة الهيئة النائبية موحدة اليوم لمواجهة هذا الموضوع الهيئة النائبية طبعا صر سنة موحدة طبعا صر سنة وعم بتقاتل وعم بتتحرك وعم تضغط لا تحقيق هذه السلسلة وهني طرحوها واني أعطوا واني أعطوا للقضاء واني أعطوا لأسيد جامعة ما بقى فيهم يقولوا بدنا هلا يتراجع قبل ما أسألك عن مصادر التمويل رأيكم بمصادر التمويل التي طرحت وهذا الخلاف السياسي رسالتكم لكل السياسيين لليوم وقف معكم ولليوم برأيكم وقف ضدكم وعارض إقرار هذه السلسلة بدي أرجع أن تقل إلى الأرض إلى الإضرابات والاعتصامات التي ينفذ موظفو القطاع العام أمام وزارة الزراعة أصبحت رونا الحلبي رونا كيف هو الوضع على الأرض لديك مالك المشهد هو نفسه يتتكرر في جميع الوزارات هنا أيضا اعتصام الموظفين جميعهم متواجدين هنا لا يعملون ولا يعني ليس هناك أي معاملات تتم اليوم مالك هنا في وزارة الزراعة دكتور علي برس يتكلم يعني دكتور المطالب صارت معروفة ومواقف أيضا الحكومة والتأجيل كمان أباتت كتير واضح شو الجديد اليوم؟ ما رح كرر المكرر كما تفضلت بخصوص الاتفاقات والتسويب والمماطلة والتأجيل والوعود متكررة في أمرين بس بالـ 24 ساعة الأخيرين بدوها في الديمون في موقفين لو وزيرين وزير بيقول أنه المشكلة مباراها بعد الجلسة بيقول المشكلة لدينا تسويب والمماطلة هي في أجيل 24 ساعة لا بنقول له مش 24 ساعة هني ست شهر واحد وخمس وعود و13 لقاء للجنة الوزيرية المكلفة بدراسة السلسلة هاي وحدة اتنين وزيرتين بيقول أنه الاتفاق اللي تم بين هي التنسيق النقابية والحكومة واللجنة المعنية بدراسة السلسلة هيدا اتفاق بين اتنين ولكن القرار بالآخر برجع للحكومة أنا بس حدا يقل لي أنه اللجنة الموسعة اللي 11 وزير والمصاغرة الخمس وزراء مش هني كل الحكومة إذا مش هني كل الحكومة أنا أنا بإسم هي التنسيق بقول معهم حق هني الحكومة اللي صار مبارح شغلة غريبة سبحان الله بدرة قادر تطلع الصحوة يعني فجأة أنه هلأ بعد 6 شهر تبين له أنه في مجزرة إذا الموظفين والأسيدزي بدون يأخذوا السلسلة هلأ اتبينت بعد 6 شهر ما درسوها ما شفوها ما عرفوا شو تكليفها نحنا مش مطلوب مننا نأمن الواردات مطلوب منهم نحنا بس بننا السلسلة مثل ما تم الاتفاق عليها شكرا باختصار معي أيضا المهندسة ماي مزهر وهي ستكلمنا باختصار عن زميل لها لن يعني لن يستفيد من سلسلة أروتب ورواتب باختصار إذا بتي دماء نحنا اليوم بس منحب نوجه باسم الجميع الموظفين تحية لروح هلال حسامي زميلنا اليوم بسائب تلت يوم لوفاته توفى يوم التنين هو كان من أوائل اللي بينزلوا معنا على التظاهرات وهو يعني حالته رح تكون متل ما بقوله عبرة لأنه هلال هلأ توفى يوم التنين ما رح يستفيد من السلسلة هو أجير يعني ما رح يكون له يمكن تعويد كتير هزيل لأولاده البنته اللي عمر 15 سنة اللي يمكن ما تستفيد من شي شكرا شكرا مالك إذن هناك أيضا تواجد نسائي كما ترى كثيف علما أن في أغلب القطاع العام النساء هم أغلبية الموظفين وهم أيضا طبعا يشاركون بكل هذه الإضرابات والاعتصامات مالك رونة الحلبي شكرا جزيلا لك من أمام وزارة الزراعة سنبقى على تواصل معك في حال ورود أي جديد من أمام أي وزارة أخرى بشكل عام وسريع اليوم هذا الاتفاق يغطي كل الشرائح يعني كما شفنا اليوم في أحد المتعاقدين الأجير توفى الله يرحمه ولن لن ما رح تلحق السلسلة تعويضه أقل من هزيل لبنت عمرت من 15 سنة بعد قدامها الحياة اليوم هذا الاتفاق ممكن أنه يكون فيه جوانب تروح أو أنه يشمل كل شيء يغطي كل الفئات السلسلة مش بس للأسجزي والمعلمين السلسلة بالطال كل الموظفي الدولة من دون استثناء من الموظف الإداري لا هيئات الرقابة للفنيين للمدارة العامين للعسكريين للأمنيين للأسجزي للمعلمين المتعاقدين والمتقاعدين والمتقاعدين والمتعاقدين هلأ وقتل نعمل الاتفاق نعمل الاتفاق بحده الأدنى مش هذا هو كل شيء اللي نحن طموهنا اللي حصل اللي حصل معنا هو أنه نحن بدنا إياها من 1 سبعة دفعة كاملة لأنه كان لحقنا نحن من 1 اتنين مع غلل المعيشة عمل تاريخين اللي حصل أبضواها هلا ما مفعور عشايا عمل تاريخين هي كانت بتاريخ واحد من 1 اتنين عملنا تسوية مع نجي المزاريين من 1 سبعة تسوية المعيشة رح تقبضوها من 1 اتنين من 1 اتنين أيوه بس هذي من 1 سبعة هي من 1 سبعة فصلناها لك تسوية تنزلت عنهم؟ أيضا. قدمنا تنزل واحد سابعة. هلأ جيين. أمالي كمان يجزؤوا الواحد سابعة. نحن. عم نأكد على رفض التجزئة و رفض التقصيد و رفض التقفيد. لأنه الأرقام كان. هذا المفعول الرجعي لشهرين. سبعة وتمانية وهلأ نحن تسعة. بدون يجزؤوا لكم يا. لا بدون ياخدوا مثلا. هو بدون عامل الوزير الصفضي. تلات تواريخ. تلت الزيادة بيعطيك إياها من واحد سابعة. يعني إذا كنت أنت زودتك مئة ليرة. ما بيعطيك مئة ليرة على خمسة شهور. من واحد سبعة لثلاثين واثناش. ما بيعطيك المئة ليرة. بيعطيك ثلاثة وثلاثين ليرة. مرحلة الثانية بيعطيك ثلاثة وثلاثين. التانية. لا تاخد السلسلة كاملة. في 2014 وعليك خير. بيكون راح تقيمتها و راح تفايدة. يعني بتجزئ وبالتقصيد. هو التفاف على. نحن رافضينهم لا. واتفقنا هك. هذا الاتفاق. وبالتالي هذا طعم بمصدقيتهم. كان لازم يقولوا هك. واحد اثنين انتفقنا. الأسازي والمعلمين قيمت درجتهم. بيقبضوا ستين بالمية. هن لقاء الزيادة بساعات عملهم. أسازي التعليم الثانوي. عاملين سلسلة. مخفضين قيمت الدرجة. لا أسازي التعليم الثانوي. ولا المعلمين. هالتخفيد بقيمت الدرجة. موصل لوين. موصل انه. رادبه نقص منه ثلاثين بالمية. لانه قيمت الدرجات. ما اعتركه ما. بتخفض من قيمت الدرجات. وهذا صاره خمسين سنة. بيقبضوا الأسازي لقاء الزيادة بساعات عملهم. اجوا بهال. سلسلة هذه. شو عملين. ضار بنا. الرئيس مئاتي. تعهد برفع الظلامة. ويقول انه حتى هذه اللحظة. كل المصادر وكل المعلومات التي تفيد. حتى هو الرئيس مئاتي على تويتر صباحا. قبل ما يفوت على جلسة مجلس الوزراء. كتب انه مصر على اقرار هذه السلسلة. بما يضمن حقوق الموظفين. ولا يؤثر على خزينة ومالية الدولة. وهذا نحنا منكون. بالنسبة لموضوعنا نحنا. اقرار السلسلة وفق الاتفاق. يعني بدون تجزئة. برجع بكرر. وبدون تقصيد. وبدون تخفيل. مع تعديل قيمة الدرجة. ليسترجعوا الأسازي والمعالمين. حقوقهم بالستين بالمئة. اللي هو تعهد دولته. بيرفع الظلامة عنه. ومع انصاف المتقاعدين. كمان يعطونهم. بالاتفاق مش موجود المتقاعدين. بالاتفاق موجود. متعهد أن يعطيهم نفس نسبة الزيادة. يعني يعني. يعطينهم 30 بالمئة. بالمشروع. عطينهم 30 بالمئة. ما بيسوى. كمان المتقاعدين. الأجرة اللي عم تتفضل فيها. الزميلة وعم تحكي. يعني الحالة في حالة مأساوية. مش عطينهم بأجر الساعة طبعهم. إلا غلل معيشة. وتحويل السلسلة. مش عطينهم. هل يجب كمان يعطوهنا. هؤلاء أجرة هؤلاء ألوب في البشر. عما بيشتغل. لا ضمان اجتماعي. لا شغل. لا أجر ساعة ولا شيء. بما تبقى لدينا من وقت. أثيرة الكثير من علامات الاستفاهم حول مصادر التمويل. يعني اليوم جزء كبير من الاعتراض على إقرار هذه السلسلة. في مجلس الوزراء. هو اعتراضا على مصادر التمويل. طيار الوطني الحر اعترض على زيادة عمل الاستثمار في البناء لتمويل السلسلة. البعض الآخر اعترض على مجرد الزيادة على خزينة الدولة. زيادة أعباء في ظل عدم توفر مصادر تمويل. أكثر من حدا طرح مصادر تمويل. أين أنتم من هذا الموضوع؟ نحن طرحنا أربع أبواب. أربع أبواب لمصادر التمويل. طرحتون أنتم؟ نحن طرحناهم طبعا طرحناهم. أول شي نحن نرافضين التفاقة. وزيادة الضرائب غير المباشرة على الفؤرة. هذه أول وحدة. نحن نرفض من هلأ. أي ضريبة بدأت تنفرض على أصحاب الدخل المحدود. كالتفاقة أو غيرها. هذه وحدة محسومة. هذه موقفة التنسيق النابي. يروحوا على المطارح اللي فيه. إمكانية لا ينجاب. أول شي على الأرباح المصرفية. على الأرباح العقارية. على الأملاك البحرية والنهرية. وعلى موضوع الجباية. وعلى موضوع الهدر والفساد. وعلى موضوع الفساد. لأني لا أريد أن أتفعل. أحكي لك. هالرواية اللي حكي لها الوزير الصفات. هالليل من الجمرك. في مبالغ طائلة. عما تتهرب. اللي حكي لها الموظف تنقص درجة. بإزاي الدرجة. حتخرب الخزينة. وقفوا الهدر على موضوع بالجمرك. بالتهرين. قال أنا اشتريت مجنة. سكانر. مشانة رائعة. اللي فيت واللي طالة. ما وحيات عينكم. بس حطيتها. إجت شاحنة وضرابطة. قلت له. شو عملنا بعدين. شو عملنا. قال رجعت طلابة سلفي. لسلحتها. أكلت يومين. ورجعت اشت الشاحنة مرة تانية وضرابطة. رجعت ضرابطة. بدنا منهم شاحنة بس. معقولة. ما قادرين يوقفوا شاحنة. يوقفوا بس شاحنة من التهريب والسرقة والهدر والفساد. اللي عب يحصل. وقدرين هالموظفين يقدروا ياخدوا حقوقهم من أجرة لمعلمين. لعسكريين. لمتقعدين. 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 طرحنا أول شغل. هذه الأملاك البحرية والنهرية والموضوع الزيدي. العقارية والمصرفية والأرباح المصرفية. لأنه بدون يروحوا محل ما في مال. على الريوع. محل ما تتحقق الأرباح الموجودة بهالدولة. طيب هلأ اليوم أنت. خي. عم تعطي. تعمل استثمار. عندك مصاري. بيجي واحد. بيشترينوا شقة. على القريطة. على القريطة. ماليون. ألف دولار. ألف دولار. على القريطة. بيبيعها بمليون دولار. لكن. جبال بيشتروها. 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 لا يدفع عليها. السؤال أبو الأحرى. النقطة الأخيرة. اللي بدي فيها بهذه الحلقة. هي رسالتكم. اليوم. بدأ منك رسالة إلى كل السياسيين. اليوم. في فريق من السياسيين. وتحديدا من الوزراء. ومن التيارات السياسية. تقولون أنه واقف معكم بهذه المعركة. في فريق آخر. تتهمونه بالانقلاب على اتفاق. حتى ساعة لم يقر. يعني في بوادر انقلاب. في حديث عن انقلاب. في فريق ضدكم من الأساس. بدي رسالتكم إلى كل الطبقة السياسية في ربنان. نحن رسالتنا. أول شيء. الموظفين وأصحاب الدخل المحدود. آن الأواني. يصير فيه سياسات اقتصادية. اجتماعية. تتوجه لصالحهم. الإفقار. سياسات الإفقار. لكل هذه الطبقة. هذه أفقرتهم. ووصلتهم على المواصيل. مش صنيعة هذا الوضع. نجي الهبط علينا من السماء. هاولي هني زيتهم. هاولي هني زيتهم. اللي موجودين بهالحكومة. ولا من براتها. قوة تفكر اللي براتها. وعم بعرضوا. بالعكس. وعم بيهددوا. أنه يخيي. شو مجنون أنت يا وزير الصفاضي. عم تعطيهم غلى معيشة. نجعلنا الوزير الصفاضي. حتى المعارضة اللي براه. كانت شو عم تهدد. عم تهدد قوة تعطيهم. حتى غلى معيشة. يعني اثنين سوا فيما يتعلق. بالجانب الاقتصادي الاجتماعي. عم بيدفعوا الفقير. التمن. هذه ما في فرق. أنا بدي الناس تعرف. أنه هالفقر اللي هني. عم بيعيشوا. فيقلوا سبب. وهالسبب هي هالسياسات. للحكومات المتعاقبة. بين الأولانية والتانية. وقوة هيئة تنسيق النقابية. بقوة قرارة. واستقلالية موقفها. خارج أيها. أنها واجهت هذا. أنها واجهت الكل سوا من دون استثناء. بس اليوم. شو بتقوله للسياسيين. بدي أقوله للوزراء. التزموا بالمصدائية طبعكم. نحن اتفقنا. كنت 11 وزير. وبالدرجة الأولى للرئيس ميقاطي. بالدرجة الأولى للرئيس ميقاطي. لأنه حسب الصلاحي. هو الذي يتحمل المسئولية الأولى. ومن الأصل الحكومة. ما يروح يرقى أعلى بهذا ولا بهذاك. هذه واحدة. بالدرجة الأولى للرئيس ميقاطي. ينفذ الاتفاق. مثل ما وعد. يرفع الظلامة بموضوع قيمة الدرجة. ويعطي للمتعادي. متقاعدين حقوقهم للمتعادي. هذه أول رسالة للرئيس ميقاطي. للوزراء اللي مبارح. غيروا موقفهم أو ترددوا. أو ترددوا. بدي يقول لهم. الاتفاق مش هاي. الأساسي والمعلمين والموظفين عينهم عشرة عشرة. على كل واحد حيصوت ضدهم. لأنه بكرة إذا صوتوا هلأ ضدهم. هني عبكرة بالانتخابات النيابية. حيصوتوا كمان ضدكم. هذا تحدي لقلكم. ومتل ما هو زيته. كمان تحدي لهالهم موظفين. أنه يحاسبوا. يحاسبوا بناءا. مش لأنتماءاتهم المذهبية والطائفية. والسياسية. والسياسية بناءا على مصالحهم الاجتماعية. حتى لو كان بحزبه. وقف ضده. لازم يصوت ضده. وسقطه كمانا. راح تصير. هذا اللي لازم. هذا تحدي. هذا المطلوب. وهذا رسالته. حتى يصير فيه تغيير. تغيير بناءا على. مصالح اجتماعية. مش بناءا على عصبيات طائفية. مصالح لما. ومناطقية. وابتكون هذا إنجاز كثير كبير. بتحقيقه. هي التنسيق النقابي. إذا أقرد هذه السلسلة. وهذا الاتفاق. على أمل أن تصلوا فعلا لهذا الإنجاز. ومطالب العمال. التي ترونها محقة وضرورية. بختام هذه الحلقة. قبل ما أتشكرك على حضورك معنا أستيس حنة غريب. بدأت انتقل إلى صيدة. هناك حريق هائل في مكب صيدة. تغرق صيدة بالدخان. عفيف الجردة لمندوب قناة الجديد في صيدة. سيوافين بالتفاصيل. عفيف كيف هو الوضع الآن في مدينة صيدة؟ نعم مالك. هذا الحريق. الذي شبه في ساعات الفجر الأولى. في جبل الدفاعات في صيدة. حول الجبل إلى كتلة من اللهب والدخان. وذلك عند الصفح الغربي للمكب. وقد ساهمت الرياح. في اتساع رقحاته وامتداده. مالك. وبقي المكب يحترك لساعات. قبل أن تأتي فرق الاتفاق. التابعة لبلدية صيدة. والدفاع المدني. بسبب انقطاع المياه عن مدينة صيدة. منذ أيام. وعدم موجود مياه في خزنات سيارات الاتفاق. وقد استنفر رئيس بلغية صيدة. المهندس محمد السعودي. أطفائية البلدية. للسيطرة على الحريق وإخماده. وطلب مؤذرة صائرات الاتفاق من الجيش اللبناني. التي لبت النداء سريعا. وهي في هذه الأثناء تقوم بعملية إخماد للحريق. ويساعدها على الأرض. فرق الاتفاق في بلدية صيدة. والدفاع المدني. المرة الرابعة في أقل من شهر. يشهد هذا المكافي. مثل هذه الحوادث. مما يثير شكوك حول احتمال أن يكون الحريق مفتعلا. خاصة بعد تكرار. كما قلت هذه الحوادث. بظروف مشابهة. وفي فترات زمنية متقاربة. وخصوصا أن الحريق اليوم بدأ في ساعات الحجر الأولى. حيث أن الحرارة لا تكون متفعة. وأشعة الشمس لا تكون حامية. نعم مالك. عفيف الجردلي. شكرا جزيلا لك. حتى الساعة سنبقى في تواصل مباشر معك. في حال ورود أي جديد حول هذا الموضوع. استيس حنة غريب. رئيس رابطة الساتذة التعليم السنة. وأنا بدي أتشكر حضورك معنا في هذه الحلقة. كما أشرت سابقا على أمل أن تحصلوا على مطالبكم. التي تقولون دائما وترفعون راية أنها محقة. وهي مطالب العمال. وهي أقل الممكن الذي يجب أن تقدم دولة لهذا العمل. الذي يخدمه بكل شفافية. شكرا جزيلا لك وأهله صهر فيك. شكرا. مشاهدين الموعد بجدد غدا عشر ونص صباحا بتوئيط العصم بيروت. بحل أجديد من برنامج الحدث. حتى ذلك الحين إلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة